أهلا بكم صار آخر هم اللبنانيين تتبع أخبار جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية لإدراكهم سلفا بنعقاد الدورة الأولى وأسقاط الثانية وكل الأزمة من صنع البشر صار هم اللبنانيين تتبع أخبار السقوف والجدران خوفا من سقوطها كما حصل مع أحد المواطنين الذي قد من جراء انقلاب حاءت عليه أثناء مروره في محلة الملولة في طرابلس وكما قضت تلميذة في إحدى مدارس المدينة وكما انهارت ليلا شرفة في أحد المباني القديمة في الميناء من جراء العواصف حيث هذه المرة اقتصرت الأضرار على الماديات صار هم اللبنانيين تتبع أحوال الطرقات المفتوح منها والمقطوعة السلك منها والهالك بعضها من فعل البشر والآخر من فعل الطبيعة أوتوستراد الملولة تبيني أقفل لبعض الوقت بالاتجاهين من قبل محتجين فتح السير في نفق البربير على مسرب واحد وباتجاه واحد نحو كورنيش المزرعة المتحف بعدما أقفل مساء بسبب تجمع برك المياه وجرى تحويل السير إلى الطرقات المجاورة صار هم اللبنانيين تتبع أخبار الدولار الذي عاود ارتفاعه مسجلا رقما وسطيا بين 39 و40 ألفا حاملا معه المحروقات التي ارتفعت في جدول الثلاثاء 34 ألف ليرة وصارت صفيحة البنزين 777 ألف ليرة وارتفع المزوط 22 ألفا وبلغت الصفيحة 879 ألفا وكل الخناق المالي من صنع الإنسان وألا ت Bluetooth